تاريخ كبير جداً وطويل جداً مواجهات كثيرة جداً مع فرقة من أكتر فرقة المحترمة في الكرة المصرية فرقة المقاولين وبصرف النظر عن ظروفها وترتيبها طبعاً تحت قيات عماد النحاس قدمت موسلم ولا أروع على السنة اللي فاتت إمكان السنة دي تراجعت بعض الشيء لكن تظل الحقيقة فرقة ليها هيبة وفرقة بلغة الكرة كده فرقة رزلة يعني فرقة من المطشط دايماً اللي اتباع شايلها مها بصرف النظر على أرقام وعدد النقاط وترتيب في الجدول وبطل أفريقيا وتاريخ طويل وقدمت لمصر النجوم كثير جداً ومنتخابات مصر على مدار تاريخ طويل جداً عدد هائل من النجوم عشان كده دايماً مباراة لها خصيتها ومباراة دايماً لها صعوبتها وأنا اتكلمت بمحضراتكم عن الدوافع اللي موجودة عند فرقة المقاولين في الموسم ده أكتر من دافع بيحركهم يمكن هنتكلم أكتر عن المواجهة المنتظرة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي مع واحد من نجوم دفاع نادي الأهلي كابتن عمر الحديد الضفن النهاردة في السادسة مساء خيري كابتن عمر ربنا خريك الزحمة تاريخي أنا شفت أن أجيال كتير جداً ومواجهات كتير جداً وذكرات ما تتنسيش طبعاً أهلي ومقاولين بص هي فرت المالون طول عمرها على مدار السنين اللي فاتت وأياماً كنا بنلعب وما قبل وما بعد طول عمرها بتبقى الحصان اللي سود اللي بيحرج الأندال كبيرة كبيرة صح دي موجودة من زمان وفي فهم نجوم كبار طبعاً رحمة الله عليه كابتن ناصر محمد علي وكابتن ششيني وكابتن حمد نوح طبعاً أسماء كبيرة كابتن ردوان وكابتن علاء النبيل طبعاً أسماء كبيرة في الوقت ده عمرك ما هتلاقي منتخب مصر ناقص منه حد غير لما يكون في العيب من مقاولين أو اتنين موجودين في منتخب مصر على مدار الأجيال اللي فاتت كلها صحيح أعتقد سيد أحمد الناد الأهلي في الوقت دوت يعني بعد الأداء اللي احنا شفناه والنتيجة والسكور والاستحواز في مبارات سموحة الناد الأهلي هيعود بقى جمهوره على الدوت على الحتة دي على الشكل ده بس أنا عايز أأكد على صعوبة الموراة حتى يمكن يعني برجع لمطف الدول الأول كان واحد من المطفات الصعبة اللي وجهناها على مدارة النسيزين ورغم كده آه طبعا قدرنا نرجع ونكسب المطفات الثلاثة اثنين بس عايز أقول أنه فرقة المقاولين فرقة دايما وبذات قدام الأهلي قدام الأهلي والزمالك يمكن كمان بتقدم دايما مطفات كبيرة بص بتبقى بشكل بنوعين من الأشكال أول حاجة للعيبة وثاني حاجة للمدير الفني للعيبة كله حبي يفرد نفسه بيوري إمكانياته من شكلين نتيجة إيجابية كنادي وعرض أنا موجود في النادي التاني كل اللي عيب بيفكر كده المدير الفني عايز بيظهر على الساحة كابتن عمد النحاس عمل إنجازات مع نادي المقاولين في الفترة اللي فاتت المسم اللي فات والمسم دوات يمكن زي ما حدريك بتقول فيه إخفاقات أو فيه تزبزب في الأداء في الفترة اللي فاتت بس كل الفرق دي بتيجي أصد النادي الأهلي وبتبقى أسد موضوع منتهي أنا عايز من النادي الأهلي حتة معانة إن أنا لو ما كسبتش أنا ما بحركش نفسي مع البطل أنا قديت أنا ثبتت إمكانياتي كسبت أنا الزعيم اللي أحركت النادي الأهلي اللي منترشح للبطولة النهائية في أفريقيا كل دات بيدور في أزهان اللعيبة والمدرين الفنيين كان الله فعون لعبة الأهلي بصراحة بصوا لك بصوا لك بصوا لك بصوا لك مش هقولها باللفظ اللي أنا قلته قبل كده هيدوس على أي حد الفترة اللي جاية لأ خلاص لعبة النادي الأهلي فهمت درس كويس قوي المدير الفني بيدرس كل فرقة على حدة وكل مباراة لها الملف الخاص بتاعها بطريقة الأداء وبطريقة الخطة اللي بيلعب بيها النادي الأهلي في الوقت ده مش هقولها ومش هقلل من قمة المانوية العرب إن أنا أقول دي بروفا دي مش بروفا ده أداء لاستمرارية النتيجة اللي شفناها المباراة اللي فاتت سموح طيب أنا عايز أكلمك على اللي فاتت وإزاي ابني عليه في اللي جاي بس في لقطة النهاردة يعني يمكن عرضتها على جمهور نادي الأهلي في بداية الحلقة حابة بوقف معاك فيها شوية لأنه كان فيها كلام كتير والأسف كان فيها عك كتير جداً فترة اللي فاتت خصوصاً بعد ماتش بيرومتز اللقطة دي متعلقة طبعاً بكابتن محمد شناوي وإنت بالتأكيد وصلك الكلام اللي تقال والمحاولات السخيفة اللقطة دي بالزبط دي لقطة في تمرين النهاردة كابتن عمو كابتن خطيب كان موجود في التمرين واللقطة دي جماعيته طبعاً مع حرس مصر الأول كابتن محمد شناوي بصها بحميد ترجم يا كابتن عمو اللقطة دي الشناوي مختلفة عن كل أي أراء سماح الشناوي أو نقد أو إعلام أو تلفزيون من الموقف اللي حصل في مباراة بيرومتز الكابتن محمود لعيب كورة وقب لجي للنادي الأهلي دلوقتي والسند والضهر لجماهير الأهلي لاعب ورئيس نادي بيعمل كل الأدوار ربنا يقدره صحة بيعمل كل الأدوار الدور ده بالزيت محور لضهر الفرقة أو كيان الفرقة إزاي أخد بإيدك وآذر من الموقف اللي أنت فيه مع اختلاف كل الناس لو كلمتك أو رفعت من شأنك في حتة معينة بما فيهم مستر موسيماني بما فيهم اللعيبة بما فيهم الكابتن صد عب حفيز الجهاز المعاون الكابتن خطيب شكل تاني حاجة تانية لا هو السؤال هنا مين اللي ممكن يبقى مستفيد لما تكسر في قيمة زي محمد شنوي يعني احنا في النهاية بنقول أنه كل الأنداب تتنافس عشان كمان واحد من الأهداف أنه يبقى عندك منتخب قوي منتخب قوي لما يكون فيه عناصر على مستوى عالمي ده بالتأكيد يفيد مصر كلها ويفرح مصر كلها إيه اللي ممكن تستفيده لما تقول أنه شنوي مستوى متراجع أنه شنوي مش حدث مصر الأول أنه شنوي ما يروحش ده فيه ناس متكلم أنه شنوي ما يروحش منتخب أولمبي مع كابشاو يعني مين اللي ممكن يكون ينوع العقلية اللي ممكن تكون بتفكر كده الهدامة العقلية الهدامة اللي مش عايز الناد الأهلي يمشي في السيناريو الناجح ده ده الشنوي أحسن حرس مرمى في الناد الأهلي أحسن حرس مرمى في مصر أحسن حرس مرمى في أفريقيا من الحراس اللي لفتت الأنظار في بطولة البرونزية في كاس العالم للأندية حاجات كتير هم عارفين الشنوي حتى لو ببسط في الميديا بيجيب لك الشنوي اللي كان في الجيش الشنوي اللي كان في بيتروجيت أنا منيش دعوة اللي دعوة هدلقتي فين الشنوي الأهلي شنوي الأهلي نجاح الشنوي وأداء الشنوي مقلق لبقى الأندية لبقى الفرق أنا كنت بتكلم أنا وكابت العام الحديدي في الفاصل وأنا كنت ممكن اتكلمت في نفس النقطة دي في بداية الحلقة وقلت لكم النجوم كبار جدا بتاريخ كبير جدا يا ما ضيعوا ضيعوا أو أخطاء أخطاء كانت نتاجتها ضيع بطولات زي يزيكو في برازيل وباجيو في إيطاليا وماردونا في الأرجنتين وكابتن عمر قال لي ومبابي صحيح مبابي ما هو مين اللي مطلع فرنسا من يورو 20 اللي انتو بتفرجوا عليه اليومين دول دي بطولة مش مباراة أه أه طلع فرنسا من البطولة المقارنة هنا الحقيقة هي للأسف الشيء جدا مش صالحنا بس لما تشوف ردود الأفعال على غلطة مبابي اللي كلفة فرنسا الخروج من اليورو وتشوف ردود الأفعال على غلطة الشناوي اللي كلفة الأهلي نقطتين في ماتش بيرميدز الحقيقة شيء يحزن بمطقة الصراحة ما هو أنا حزب لولي أبو حميد الحتة بقى بتاعت إزاي إن أنا أهد لعبت النادي الأهلي ماشي بشكل منتظم وبأداء هايل خليني بقى في الراجل اللي شايل نص الموضوع إزاي أشتت زهنه إزاي أعمل دوشة حوالي إزاي أعمل عيار لو ما صابش يدوش أي كلام هتلاقيها من الفرق وما هتلاقيها من حد يعني ناس معروفة أو ناس مش عايز أقول مأجورة أو ناس حب أن ده يتقل على النادي الأهلي طيب أنا ما عنديش مشكلة في الناس دي أنا عندي مشكلة في الناس اللي بتستجيب ليهم للأسف تستجدوا أو الناس الناس دي بتأثر فيهم ودي هي الحقيقة الخطر الكبير خلينا قبل ما نكمل كلامنا وعايز أقف معاك أتكلم كورة بعد نرجع نتكلم كورة شوية نتكلم على اللي فات شايف الأهلي إزاي واللي اتبنى في الفترة الأخيرة خصوصا من بعد مطشين سانداونز يحنا يمكن نكون تابعنا قبلهم وإزاي نبني عليه ونستعد كمان لكايزر شيف بس خلينا نروح لفاصل السريع جدا نرجع نكمل كلامنا مع نجم نادي الأهلي كابتن عمر الحديدي أنا هبدأ كلامي مع كابتن عمر الحديدي بالمدافعين بتوع نادي الأهلي والحقيقة وماشاء الله يعني خط ظهرنا النهاردة التوهر بشكل كبير جدا تبقى متطمن وميستر المسلماني بيختار أي اسم من الأسماء أنها تلعب في أي مباراة غياب حد منهم ما بقاش يخوفك يعني هم بسم الله ما شاء الله متكملين يعني اللي بيجي من بره جوه ما بتحسش أنه كان غاية مين لفت نظرك قوي فترة انت بس زحمة التملي بتسألي أنا قلت الكلام ده كتير قبل كده اطراهنت على إياه سبراهيم بلوم ما شاء الله بصراحة بس أنا اطراهنت على إياه سبراهيم هو بيجمع ما بين مجموعة حاجات أداءه التزامه هدوءه عن الحتة وبعده عن الحتة الإعلامية وتركيزه في الكرة بس اضافة بدر بنون للنادي الأهلي شابول اللي فكر في الشخص ده يتواجد في المكان ده اضاف لخط ظهر النادي الأهلي حاجات كتير قوي في وجود رامي وأيمن وياسر وسعد وما محمود يرجع بالسلامة من الإصابة محمود بتولي راجع موضوع سهل موضوع سهل النادي الأهلي بص بدل في مكسب بدل في كميا ما بين الخواجة مين فيهم شبه جيلكم يعني انتم مين فيهم تحس انه شبهك وكان يلعب جنبك عادي لا هم كلهم بصراحة بس يعني اقول لك الحاجة بدر زي جمال السيد وزي كمونة وزي أبو الدهب ياسر زينا زي مشير ويوسف وايوب ما بلاش انا اتكلم عن الحتة دي يعني اقول لك الحاجة احنا كنا ملتزمين بشكل غير طبيعي هم بيعملوا ده دلوقتي ما هو ايه اللي بيدي الثقة للفراو ده كان الخواجي يقول لنا ايه انتو لتزموا مالكوش دعوة الفرو يضيع ايضا ما ضيع بس انتا ما تسبب لوش اطراب ان يجي في الجون فمضطر انك تجيبون اتعادوا بعد انت تجيبون المكسل طول ما انا ملتزم وبقدي وبراقب كويس الفروت بتاعنا هجيب جون في اي وقت في حد منهم يصلح ان يكون هدف يعني انت وكابتن محمود مثلا كنت على طول بيجيبوا جوان مين منهم قريب انه يبقى ليه دور هجومي يعني مين منهم يعني ياسر مثلا جاب جون في سانداونس في مباراة العرب بليتوريا كل الكور السابتة تلاقي تملي بدر هو اللعب على بدر من علي معلول او من اكرم او من افشا بتلاقي بدر هو الحتة دي اللي بيجي دالعاب الهوى كويس قوي حتة التمركز والاجتهاد في دي هتلاقيها في ياسر وهتلاقيها في رامي ايوه في واحد بيبقى زي ما بيقول وشايل القلب اللي موجود وحطت النادي الاهلي ان انا بقى الفرصة اللي تجيلي انا مدافع مش هتجيلي متمر بس في مهارات يعني الناس برضو يعني دايما مثلا يعني زمان جيلك انت بالذات بالتحديد كمان كان المدافعين مشهور عنهم ان هما الشويتة بتوع المسافات البعيدة يعني يعني محمود كمونة محمود كمونة يوسف حد الجمال في الاسماعيلي بفتكر برضو طبعا وماشاء الله مدفع يعني فافتقدنا ده يعني بقلنا كتير جدا انا قلتلك النهاردة هديلي مثلا اربع خمس اسماء شويتة في الدولة المصري كله بيشتوا من المسافات ما تعرفش بجيب اربع اسماء لا ما فيش ما فيش في الحتة اللي وارا بالذات يعني هتلاقي الحتة اللي وارا التزام ومراقبة والعب هوا مفيش شهر موهبة زي موهبة انه على العيب بيلعب برأسه موهبة زي العيب انه عنده قدرة على المراوغة ولا دي بالتمرين ممكن تيجي حولك الحاجة ممكن اكون انا شويت يعني دي كانت مميزة في بودهب وكمونة جمال كان هادي قوي وبيعمل الشكل السبعة والحاجات دي بهدوء احنا كنا مميزين في العب الهوا يوسف والحديدي الحتة دي كانت مميزة كل واحد فينا ربنا بديله وملكة معنا بينميها وبيستمر بيها مشير كانت المان بتاعه بينا كلنا كان ملتزم او في حتة المان بتاعه دي ايوب نفس الكلام الحتة دي اعتقد كل واحد عنده ميزة اما بيضفها للفريق بتلاقيها مكتملة بدر الهدوء السبت الانفعالي الفكر هدوء بمعنى الكلمة يمكننا كنت موجود معاه هنا مرة وكنا عاديين فعلا اضافة كبيرة للنادل اهلي رامي القوة ياسر المان واجادة ألعاب الهواء والاكتهاد سعد السرعة عجبك فكرة انه ودي كانت من النقطة اللي كنت بكلمة فيها انه ياسر رغم انه يمكن مش في الصورة لكن لما بينزل مطش تحس انه ما كانش رجلي مش برا الملعب يعني ما تسموها الاخراني كمان قده بصراحة بصها بحميد في حاجة مهمة قوي في لعيب عايز الشو الإعلامي وما فكراش ده احنا بنسميه لاعب زي ماك قال الكتاب انا قاعب برا دي هو جهة نظر للمدير الفني انا بركز ان انا هنزل في اي وقت تركيزي ان انا قدي عشان ابقى فيه سناء وفكر وتوقع من الجماهير زي ما الناس بتتكلم داتي على ياسر طب انا مش مركز مش هينطبع ده على ان انا قديها يبقى مزبزب هيبقى كده شكل بس زبت هالي برضو بيحسب يعني كل جهاز فني ليه طريقة ان هو يخلي اللعيبة على طول عندها رغبة في انها تحافظ على مستوائها وطبع المستوائي يعني مستر بيتسو اكيد انك انت احنا متفقين ان كل لعبة نادي الاهلي نجوم ما فيش شك وفيش لعيب هيلعب بالسيشلت نادي الاهلي وهيبقى ما عندوش مواصفات النجم ما عندوش امكانيات النجم عشان تخلي اللعيبة دي كلها وانت مضطر انك في وقت من الوقت تطلحهم برقايمة او انك انت تقعدهم على الدكة تبتديش بيوم مباراة تخليه واصل للحالة دي ده شيء يحسب للجهاز الفجر ما هو الراجل بيعمل العامل النفس اللي هو ايه عمل اجتماع مع الجهاز مع خط ظهر النادي الاهلي واتكلم معهم في حتة معينة وقعد مع حرس المرمى وقال له لو النتيجة بقت ايجابية لي انا هدي على الوطف يعني الراجل بيشرح هعمل ايه عشان ما يبقاش فيه من جواك دي هو ده النادي الايه اللعيبة اللي موجودة ايمن موجود بدر حصوله على الانظار التالت اصابة رامي ازاي هيولف الكيميا ما بين ايمن وما بين ياسر قعد معاهم 90% واتكلم معاهم انه هم عندوش مشكلة مين يتواجد كل من هو جوا في الحداشر وفي بوساط الاخدر لازم يقدي نفس امكانيات اللاعب انا عندي مشكلة بقى من اكتر المراكز اللي بيبقى لازم يبقى فيها تفاهم وانسجام وانك انت تشيل زميلك وانك تغطي وانك تبقى فاهمين بعض بشكل كبير جدا الاثنين مساكين ازاي يبقى عندك اربع مساكين على مستوى عالي زي ايمن وربيع وياسر وبدر اللي موجودين دلوقتي يرجلهم في الملعب ويبقى اي اتنين بيشتركوا بينهم نفس حالة التناغم والانسجام دي يا كابتن عم ما هو احنا مش هنبعد مش هنبعد ياسر قوي ياسر كان موجود في مطشات ساندونز تمام تمام كان موجود ما هو ايمن غاب عشان تلات انذارات بعديه بدر غاب او العكس بدر غاب عشان تلات انذارات وبعديه ايمن صح كان ايمن قابلين وبعد كده بدر بالزبط كده رامي كان اشتكى من اجهاد ياسر كان في بعض المطشات برض وبره بره اختيار موسماني كاساسي وبالتالي ازاي ده تضمن انه حالة الانسجام والتناغم دي تبقى موجودة بين اي اتنين بلعبوا في اي مباراة ما هو ده الشغل بقى الموديل الفاني انا مش ببعد قوي مش بتخرجني بره العشرين او السبعتاشر او التمنتاشر اللي موجودين انا موجود حتى يعني هقولك على حاجة 90% في الانسجام اللي موجود اثناء التدريب هتلاقي جرب بدر ورامي جرب ايمن وبدر جرب ياسر بتبقى كمية لعيبة بينهم من بعض ولا بيبقى شغل مدرب برضو لا شغل مدرب ونفسيات لعيبة نفسيات لعيبة طبعا النفسية هنا مهمة جدا طبعا ما فياش كلام وارد في حتة تبقى فيه نفسية يعني بقاش فيه اتفاق بانه اقولك على حاجة في وجودنا احنا كان اللي موجود باستمرار الكابتان علاء عبدالصادق وجمال السيد مجينا لعيبنا مش هادرين نتكلم لعيبت ان هو مشير وهادي كان الكابتان علاء اتعور وجمال كان جات له حال التصمم في احد المباريات كنا موجودين وكان اكلها كانت عملت له مشكلة بعد كده كمونة ويوسف وابو الدهب وبعد كده انا وكمونة وابو الدهب بعد كده يوسف ومشير وكمونة انت وانت في التمرين مركز زي ما بقول انت لعيب زي ما الكتاب بيقول مالكش دعوة بالمؤسرات اللي حواليك ايوه اعمل اللي عليك بص في كراسك وعمل اللي عليك وبص في كراسك وجاوب في ورقتك بس انا مبسوط باللي هم بعدين نفسهم عن الموضوع ده زي ياسر وزي اكرم وزي حمدي فتحي وزي بدر بنون انا قاصد الاسماء دي وزي رامي وزي علي معلول الناس كلها بتتكلم علي رجع انتوا شايفين ان علي رجع بمستوى اللي كان قبل بطولة العالم يا جماعة دي اصابة واصابة كبيرة قعدت طلت شهور واتجددت كل واحد ازاي انت يحصل الانسجام ده لعيبة عندها فكرة عالي مدير فني زرع الانسجام والحامل النفسي والروح الحلوة بين اللعيبة تديك الاداء اللي انت شايفين كله حطت اسم الاهلي قبل اي حاجة تاني يعني كل دول شايفين او حطين النادي الاهلي واسم النادي الاهلي قبل اسميمهم هم حتى على المستوى الشخص سوز احمد احنا بنتواجد في نادي اسم جمهورية النادي الاهلي داخل جمهورية مصر العربية جمهورية النادي الاهلي داخل جمهورية مصر العربية عمرك شفت دولة فيها جمهوريتين اهلي وجمهورية ومصر هي احنا بنحب النادي بنحب و بنقول في النادي كل حاجة حاجة تقصد انه نفس الالتماء طبعا ما فيهاش كلام انت لو قلت للموجود حاجة بتشبي حالة الانتماء لمصر بالزبط كده إحنا بننتمي عن مصر انتماء كامل وبننتمي للنادي الأهلي بانتماء خاص حبنا وكيان للفنون والحمرة خلينا أسألك على التحكيم المصري في الموسم ده إزاي شايف يعني إحنا كنا نتكلم على إنه الحكم محتاج تدريب محتاج تأهيل محتاج أدوات تمكنه من إنه يطلع بمنظومة التحكيم في مصر تقييمك إيه وإحنا بنقرب يعني من نهاية السيزن لمستوى التحكيم المصري وكمان خلينا أخذ رأيك أنه هل تقنية الفار ساهمت أو ساعدت في تقليل المشكلات والأزمات اللي كانت بتتسبب فيها التحكيم ولا زودتها بص الأزمات اللي كانت بتتواجد غير رؤية من حامل الرأي أو من غير من قرب من الحكم من الواقع نفسها بقت أسهل بس هي وقتها بيطول شوي وقتها في القرار بيطول شوي بس في حد بقى عنده من الجرأة إن مالوش دعو بالمؤسرات الصوتية اللي حواليه من مدرين الكورة ومن اللعيبة ومن الجماهير وبيحط نفسه في القلب إن أنا بنسبة 60% أنا صح وال40% للفاري جاء كديري ساهمت في الحد من الأزمات ولا زودتها من وجهة نظر كابتن عمر الحديد لا سهلت سهلت لا صعابة دي كانت هيبقى فيه مشكلة كتير الله ده فيه أزمات كتير جدا حصلت أنا عارف نحن نحمد ربنا إن هي يعني بالشكل ده ده ممكن كانت تبقى فيه حاجة تانية بكتير بكتير ده خلينا نشوف رأيي الناس في الشارع رأيها إيه في موضوع الفار ده وهل ساهم فعلا إنه هو يرفع من مستوى منظومة التحكيم فمصلا مش بكلم على الحكام بس بكلم على المنظومة ككل ونرجع مرة ينكمل كلامنا مع كابتن عمر الحديد نظر إن الفار حل مشاكل كتير جدا بصراحة كتير جدا جدا يعني معنا كده ما كانش فيه تحكيم قبل كده يعني مش شايفين بالسرعة الكافية الفاء النظام الجديد اللي عملوه مش مش شايف إنه هو قلل يعني مفروض يزداد أكتر من كده هي قللت شوية بس أفقادت اللعبة متعتها من وجهة نظري أفقادت اللعبة متعتها لأن اللعبة يعني أخطاء التحكيم من وجهة نظري جزء من اللعبة يجب أن تكون موجودة لحد ما فيه بعض الأخطاء بدأت تقلل فعلا بدرجة بس مش بدرجة كبيرة قوي وفيه بعض الأخطاء مثلا كاتش بتتحسب في الأول بدأت تتحسب سواء للأهلي أو أي فريق تاني شوية قللت شوية لكن فيه حاجات برضو رغم من وجود الفر إنها برضو فيه تعنط من الحكام الفر من وجهة نظري إنه هو بينصفنا برضو إحنا بيدينا حقنا يعني بنبلعبين ومتطمنين إنه إحنا ناخد حقنا في النهاية يعني نوعا ما بس لسه برضو تقنية الفار لسه ما تعملتش زي أوروبا أو ما تنفست زي أوروبا أنا برضو متفق مع نوعا ما دي لكن الحقيقة أنا كنت منتظر إنه يكون فيه طفرة يعني كنت منتظر مع وجود تقنية الفار إنه الحكم المبتالي دي هي بلنش واحدة هي أهم وسيلة مساعدة للحكم المصري في حسم النقاط الجدالية أو نقاط الخلاف وكنت متوقعة إن مرضوها ونتجتها يكون أفضل بكتير جدا من الموسم ده لكن متفق مع نوعا ما دي ولا ليك رأي تاني؟ متفق مع نوعا ما وهقول لك حاجة صغيرة كرة حسين الشحات الباك ويرد حلا لا هي واضحة إنها أوفصايد إحنا عشان شايفين لو أي حاجة تانية هتقول إيه كرة أفشا المرتد من حالس في حاجات واضحة أو 100% في حاجات واضحة 100% وفي حاجات فعلا محتاجة إن شاشة وقرار واثنين وثلاثة من الحكام الموجودين مع حكم الملعب في ناحية فنية يعني إحنا الملف موجود عندنا ونطلعه ووقت ما نحتاجه أخطاء فدحة الحقيقة أخطاء ما كانتش تقبل الإسم على اثنين وتأثر بها الحياة النادي الأهلي والأقام من ده جمان إن ناحية المرتبطة بأحداث المباراة لأنه حقيقة يمكن زي ما كتير من الناس قالت برضو إنه في بعض الأوقات لعبات بتاخد وقت طويل جدا فبتحس إن تفقات الحلاوة بتاعت الكرة توقعتك لمطش المقاولين والشكل الليزة وإزاي يحفظ مستر موسيماني على الدوافع إزاي يحفظ على النفس الروح لأنه إحنا زي ما اتفقت معك من البداية أنه من ساعة مطش موجة الترجف في رادس والأهلي ممتع بصرف النظر عن حتى النقطتين اللي خسرناه قدام بيرامد إزاي كان إنت الأخطر إنت الأكتر سيطرة إنت اللي فارد كلمتك في الملعب وبتقدم كرة حلوة ونتاج محترمة مستر موسيماني يا أبو حميد بيذاكر الفرقة كويس قوي بيذاكر كويس قوي بيذاكر نقاط القوة في فرقة المقاولين وإمكانيات الهجوم من الحتة بتاعة دفاع الخصم إزاي بيفتح التلاصم اللي موجودة في الخصم نادي الأهلة ده تبقى بيلعب من العمق من الكرة العرضية من الأوفرلاب والدبل بار الحاجات دي بقى لنا كتير ما شفناش التزام اللعيبة وظهور اللعيبة لمستوها اللي احنا متعودين عليه الراجل عارف إمكانيات لعبته وبيشتغل على أخطاء الغير باللي أنا قلت لحدك في الفاصل الفرصة مرة واحدة أو ادلقت مستر موسيماني بيذاكر فرقة اللي قدامك وبيقدي الأداء اللي الناس كلها عارفية أداء ونتيجة في نفس الوقت معرف لعبته إذا كانت الفنص الملعب أو الفراودة الفرصة مرة واحدة ما بيديش فرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة من مباراة بيرامدز الفرصة مرة واحدة الفرصة اللي تيجي استغلها بجون الفرصة اللي تيجي استغلها بجون إنها ممكن ما تجيش تاني ده اللي احنا شفناه في ماتش بيرز ضيعنا كتير قوي فجأة بقى في آخر مباراة اتنين اتنين أما في مباراة سموحة لأربع فرص أربعة جوان وغيرهم وغيرهم كتير يمكن الماتش الوحيد اللي أنا قلت فيه أن أنا لعبت بمنظرين أو بأسلوبين الماتش الأولين التراجي هناك جبت حاجة معينة وحفظت على المكسب جيت في مصر عملت الأصعب أن أنا حفظت على مكسبي اللي كان في تونس وفي نفس الوقت على ثلاث أهداف اللجوم بثلاث فرص مش أربعة فرص التلاتة تلاتة طيب عايزك هاعرض عليك دلوقتي بعض الصور وعايز زي ما أنت تحب حابب تتعلق حابب تبعث رسالة فخلينا نشوف مع بعض الصور كده ونسمع منك ضفت كتير للنادي الأهلي إمكانياتك وشابول اللي فكر في الصفقة دي لعيب كويس ولعيب مش عايز أقول علم لا ضاف لخط ظهر النادي الأهلي كتير قوي ومن لعيبك كويسة جدا اللي موجودة فكرة أفريقيا في المكان ده بدل بانون نروح للصورة اللي بعدها ده العيب اللي بيقوله عليه زي ما الكتاب بيقول أنا مليش دعوة بأي حاجة رغم أنه هو إعلاميا بعيد عنه شوية بس هو المؤدي الملتزم الناجح اللي بيعمل لنفسه اسم في المكان ده رغم أنه مش مكانه فأي مكان في الملعب أنا مؤدي هو ده اللي يتقال عليه زي ما الكتاب بيقول اللي عيب كرة قدرات موسيماني في عدد التوظيف أو في نظرته في لعب زي أكرم توفيق أقول لك موسيماني زي ما نقول جزيه اختار أكرم شبيه لأحمد فتحي تنصح أكرم أنه يكمل في الحتة دي في أي مكان بيقدي في أي مكان بيقدي في الصورة اللي بعدها حبيبا اترهنت عليك وكسبت الراهان من أحسن ما الساكن في مصر طور مستوى بشكل كبير مع موسيماني طور مستوى وثباته في أداءه في الوقت اللي أنا بقعد فيه أما بيطلبني المدرب بيكون بقدي وبقى عنده حصن ظن مدربي وبقى عنده حصن ظن جماهير الناد الأهلي دي صورة الآضية دي لقطة الآضية ده فيلم الوحده ده فيلم الوحده ده زي ما مستوى المسلمين قال أما يبقى فيه حد في الملعب معاك كرة لازم أفشه المعلم أو المايستر اللي بيعمل بيفنش الشكل العام اللي بيترجمه بهدف لعب كويس قوي كان أداءه واضح الفترة اللي فاتت وبصمته موجودة في مباراة الترجو سانداونز استمر زي ما انت عشان انت بقيت من الأعمدة الأساسية اللي بتنجح البطولات اللي بتحط حوله الناد الأهلي محمد مجدي أفشه تشوف الصورة اللي بعدها حسين الشحات هاول حاجة لحسين بسيطة قوي هي دي هو ده حسين اللي احنا عارفينه انت مش هم قاعد لا انت ما بعدت كل الكلام اللي بيدور حواليك كنت إيجابي وفايتر في الملعب ويمكننا وحداتك تكلمنا في الموضوع ده كتير حسين عنده كتير قوي وبعدت له رسالة من هنا كفاية انك انت تركيزك وادائك بالأسلوب اللي احنا شفناه احرزت هدف ما كانش ليك نصيب ان هو يتم وتحصل الوف سايت جميع الجرائد العالمية قالك نلغو الوف سايت عشان الهدف دوت من احسن اهداف جات في تاريخ الكرة على مستوى العالم رد فعل وتركيز واسلوب وتقلق واداء برافو حسين الشاحات وبالتوفيق ربنا يا كريمك ان شاء الله انا قلت التاني يوم المطش انه جماهير الكرة تنوى الدنيا وانا نسعد دايما حبيبي يا سيزا احمد عمد قلت دايما انه بعد مطش السموحة انه جماهير الكرة والاهلوية ما استمتعوش بهدف افساد في حياتهم زي ما استمتعوا بهدف حسين الشاحات وما كان شفار معه انه يتحسب او ما يتحسبش عارف يا ابو حمد عمد محسيني يقرر هدف الوداد كان هيحصل في مباراة سموحة خدت بالك ترقيصة واثنين وثلاثة كان يقدر يعمل هدف عالمي صحيح يضاف له تاني في ارصدت قصد الشاحات سريعا جدا اخد بالك زي ما ابتدت اخد رأيك في حاجة كنت ابتدت بياه حلقة النهاردة تصريح من كابتن محمد عبدالجليل عن مباراة الاهلي والمقصة ومطالبته اللعبة المقصة بانها تاخد حذارها في التعامل مع النادي الاهلي قبل بعاصفها من الهجوم على السوشيال ميديا رأيك ايه في الكلام ده هو جل جل يعني ابن من ابناء النادي الاهلي وحاسس بالفترة اللي جاية النادي الاهلي محتاج كل لاعب متواجد في بطولة افريقيا فبحسن نية تكلم كلام عام احنا مباراة مع النادي الاهلي كفرة المقصة وبنحافظ على لعابة النادي الاهلي عشان عندهم نهاية افريق ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هعمل زوبعة مش لايه حاجة اتكلم عنها فعلقت الشمعتي على المشكلة دي مش ده الطبيعي وده اللي احنا تعودنا عليه وده حتى اللي ممكن ان احنا نقول انه منتظرينه من اي حد من اي حد حتى ولو ما بينتميش لنادي الاهلي حتى لو بينتمي لنادي الزمالك اي مدرب كان هيقول الجملة دي بس اتقالت الجملة دي من عبد الجليل ابن من ابناء النادي الاهلي فبت عملها مشكلة فعملنا عليها سيناريو وعملنا عليها برنامج عشان نخرج بالاخراج هو عبد الجليل بيفكر في ايه؟ هو عبد الجليل لو لقدر الله خسر هيحسبوها ازاي؟ هو بيبصلها ازاي؟ عبد الجليل بيقول من دلوقتي انا هلعب النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا تلت العالم هتقابل معه ازاي؟ والله يا كابتن عمر ساعت بفكر اشكرهم على ان هم سايبين كل حاجة وسايبين فرقهم وسايبين لعبتهم ومركزين مع النادي الاهلي بس هم مش عارفين ان نهاية الطريق ده ممكن يكون موصلهم لفين؟ للعشرة نورت الاهلي هو هيوصل للعشرة هيوصل للعشرة ان شاء الله بإذن الله نورت وصرفت كابتن عمر حمس عدد ربنا يا خليل شكرا بشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة بكرا ان شاء الله حلقة العالمي النهاردة هنتبع مع حضراتكم ان شاء الله مباراة وانا هيمكن وجهت الدعوة لكابتن عمر ان استمتع النهاردة باللقاء ضرب نار اسبانيا وايطاليا تسعى مساء بتوقيت القهرة اتمنى انكم تستمتعوا باللقاء هنتكلم عليه بكرا بالتفصيل وهنتكلم طبعا عن المواجهة التانية المنتظرة ما بين الدانمارك وانجلترا في السادسة في حلقة الاربع حلقة العالمي تحياتي لكل الاهلوية واشوفكم بكرا ان شاء الله